اذا ما يجي الشخص وطني يقود العراقيين كلهم بعين وحدة راح تسمح القيادات السنية بالإتيام بشخص وطني أتبعت من راح تجري Debbie انه القيادة السنية متعتمدة تقولين انتجيب شيعي وطني ويعترضون لا لم أعد يعتراض لماذا تجيب كردي وطني ويعترضو كان عتلكم اعتراض على كل أساء الوزراء السابق لماذا كان عدك اعتراض على المالكي عدك اعتراض على عادل عبد المهدي ومن رشاه عادل عبد المهدي من اللي رشع الجزيرة وليش اعترضت عليه بعدين ما اعترضت عليه بعدين اعترضت عليه وصفت على أنه حكومة عبد المهدي أضعف وأسوأ حكومة في تاريخ العراق هذه منصار بالحكومة قلت هاني كنت غلطان يعني التقييمي العادل أنه عادل ولم يكن عادلا لم يكن عادل ولم يكن عادلا تقييمي علي أنه رجل سياسي ما شفته هكذا وما قلت من طلع من الحكومة قلت هذا الكلام بالشهر الثلاثة الأولية اللي صار بالحكومة وجهت لي قلت لي يا أخ أبو هاشم أنت من عائلة كبيرة محترمة إلها تاريخها إلها سمعتها لا تضيع حكولها بعد كم سنة أو كم شهر راح تأكون به أنت ضياء اسمك أرجوك أنت بقى على وضعك ما فعل شنو السبب شنو اللي صار ما يعني الكل متفاجئ ترى مو بساني يعني حتى اللي كان يعمل وياهم سابقا زين بتنظيم سياسي وبقى لفترة طويلة معاهم اللي هم المجسع لا سابق متفاجئين ترجمة نانسي قنقر